بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد وأهرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمانيات للرئيس السيسي دعياً الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطى لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار وفي برقيته عهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيدة من العمل والعطاء لخدمة الشعب المصري العظيم والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره